ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعم فالرب مش هيدخل الديناسورات الكبيرة هيدخل ديناسورات صغيرة وبعدين قالوا طيب ممكن يدخل لان كان فيه باب واحد للفلك ممكن الديناسور يدخل بس خلال السنة دي يكبر قوي وما عرفش يطلع عندنا كيرف بيوريك النمو بتاعهم بيحصل ازاي على مدى خمس سنين فأول خمس سنين ما بيبقاش فيه ارتفاع عالي قوي وبعدين يحصل زي ما تقول المراهقة في البني قدمين والجسم يطول فجأة وبعد كده يستمر على السبات بتاعه فالديناسورات والحيوانات الكبيرة كان ممكن جدا تدخل للفلك ما فيش اي مشكلة في ذلك لان الله هيدخل رأس الحيوانات رأس العائلة وهيدخل الحيوانات الصغيرة طبعا فيه دراسة كاملة عن هذا الموضوع بتفصيلات في منتهى الجمال ترجمة نانسي قنقر